إلى الملف الثاني لنقاش لهذا الموعد الأخباري الصباحي سنتحدث عن ربما دليل جديد لتسلية تعليم الأطفال في هذه الشركة الناشئة التي تستحق المتابعة التي ربما ملقبة بكيدي سوغتيب تحضر مع ضيفتي الكريمة ليلى بن يوسف صاحبتها شركة الناشئة لستعطب صباحك سعيد أهلا بك سباحي نور شكرا على الدعوة أهلا بك طيب ربما ما يلفت الانتباه في مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لك والخاصة بك والخاصة بشركتك الناشئة لستعطب اللي بسمها كيدي سوغتيب طيب لو تحثيني وحتى نضع المشاهدة الكريمة في الصورة وش ربما سكوال كونسيبت على الشركة الناشئة التاعك وش هو مضمونها وش معنى ربما كيدي سوغتيب نعم هي شيء بسيط نعرف بلي شركة ناشئة يعني عندها حل تعطي حل في المجتمع أنا الحل اللي أعطيته هو كي تقول لك الأولياء ما فيهش وين نخرج ولادي ما عنديش وين دي ولادي دونك هي هذا الدليل يعطي الفكرة لأولياء لتسليل الأطفال ونسميه دليل تسليل الأطفال في الجزائر يعني تلقى فيه برنامج المسرحية برنامج السينما للأطفال برنامج أي مكان تقدر تخرج فيه لتسليل الأطفال هاي لك يعني في الحلول يعني يكون فيه تنظيم بالنسبة لبعض الأطفال تنظيم فيه خرجات للتسليل في بعض الأحيان للتعليم للتربية في بعض الأحيان تكون ترفية يعني تنظم لهم خرجات جماعية بين الأطفال يجو معهم حتى أولياء التلاميذ جمعهم أولياء التلاميذ هي كين يعني اتنين كين للأولياء هم يخرجوا الأطفال أنا بش نشجع في كل أنحاء الوطن بالمرنامج يعني نحط لهم البرنامج في الموقع الإلكتروني لتعطيه فكرة وين هو يخرج وهدي يعني الموقع اجتماعي لأنه يعطي الفرصة للأولياء بش يجوزوا الوقت مع أطفالهم نحن نعرف الضغط اللي عايشين فيه وهذا هو الحل ليعطيه هذا الموقع الإلكتروني وهذه الشركة الناشئة وفيه الجهة الأخرى لنعمل فيه خرجات مساحية تكون مع المدارس يعني الخرجات للأطفال في المدارس لنقدر نخرج فيهم يعني كل أطفال معا مع التربويين المخصصين معهم والخرجات تكون ترفيهية وتربوية يعني نعطيك مثال نحن نحس على القراءة للأطفال القراءة جدا مهمة نحس على البيئة نخرجوهم للغابة ونوري لهم أهمية البيئة أهمية الشجرة والفايدة على الشجرة وهي منها يعني الأطفال راهم في تسلية ومنها تعليمية هذه الحاجة المشكلة يعني هذه الحاجة ربما يتميزها شركة كيجي سعصي هي ليس فقط بالنسبة للترفيه وتسلية في بعض الأحيان تكون يعني تعليمية يستفد منها الطفل صحيح يعني أنا أيد فكرة أنه ربما بعض الأولياء نظرا لضغط العمل ونظرا لبعض الأولياء حتى بالنسبة لفقط يعني حتى توفي ربما بعض الأولياء مرهمش خدامين ماكيثات بالبيت لكن الضغط يعني ينسوا أنه الطفل هو بحاجة كذلك أنه يشوف ربما العالم الخارجي أنه منحقه يروح يتفرج ربما المصرح يمارس رياضة يتقافه صحيح يتكون ربما يكبر ثقافته مستغر تاعه كيلي ما عندهمش ربما الأفكار لم يا ليس كذلك ربما ما عندهمش الأفكار شركة ناشئتهاك تقدم لهم هذه الأفكار وحتى تقدم لهم يعني التنقل وليس كذلك يا يعني ليس خالطة التنقل يعني يكون فيه تنظيم محكم بالنسبة لكل الخارجات من طبعا الأمن يعني هو أبرز مقطع تحثوا عليها يعني حتى الإنسان يكون مهني يعني لما يعطيك الإبن التاعه فلدة الكابي التاعه يكون يعني مرتاح نوعا ما ليس كذلك نعم نعم نحن نرحب بهم الأولياء ونشجعوهم أن كتير رويسام يبعتوا لي مساج في الموقع الإلكتروني أو في الفيسبوك دينا ويقولوا لي شكرا بك تعرفت بهذا البرنامج ويبعتوا لي حتى الصور تاع الأطفال عندما يخرجوهم هما يعني يدوهم البرنامج يقولوا لي ما كنتش على بالي بلي في الجزائر فيه سال سينيما وننحيي زملاء تاع الوزارة التعقافة لنتعامل معهم وهو الدول الوطني للتعقافة والإعلام ليفتح حتى يعني لسال سينيما القاعات حتى في البيض يعني نعطيك مثال هذه في الجزائر أني ليست فقط في الجزائر العاصمة ليست في الجزائر العاصمة هاي لك الحاجة اللي مهمة يعني في كل أنحاء الوطن في الجزائر وإحنا اليوم مختصين يعني شركتنا الناشئة هي مختصة في عالم الأطفال في كله إحنا متلنا الجزائر كدايفة عندكم ومتلنا الجزائر في فرنسا في شركة الناشئة أيضا متلتها في دبي في شركة الناشئة يعني هي جدا مهمة نورو هذه الخبرة اللي عندنا ومع الحكومة الجديدة نتمناه باللي يزيد يكون فيه الإرادة هذه ودعم الشركات الناشئة لأنه إحنا نتعاملوا كثير يعني وهي معروفة بأن الشركة الناشئة تبدأ بفكرة صغيرة وتبدأ تكبر يعني أنا عندي عامل بديت والآن أنا متعاملة مع كثير كثير مختصين في عالم الطفولة ونعمل فيه حتى الحدث يعني بكل ما يكون في مجال طفولة جميل طيب حدثيني ربما على أنه عندكم تظاهرة ليس كذلك في مارس المقبل نعم اللي هي على الأمومة والطفل نعم طيب حدثيني أكتر على هذا التظاهر نعم هذا الحدث هذا حدث حدث تكون في الأول مرة في الجزائر الحدث كما هذا وهو مطلوب من كل أنحاء يعني الوطن وفي مجال طفولة طلبوا مني هذا الحدث هذا هو يعني حيكون عرض معرض وطني لأول مرة للطفولة والأمهات يعني كل مجال المعرض هذا حي يجمع كل المختصين في مجال طفولة والحضانة كثيرا هي جدا مهمة باش نعطو يعني في هذا المجال كل المعلومات ونجمع المختصين حيكون هذا المعرض في 26 مارس حتى 28 مارس في ناحية السابلت هنا في الجزائر ويكون يعني يوري للأم الجزائرية يعني من الحضانة حتى تكون أم تعطي حتى 6 سنة يعني كل المجال يقدر يكون فيه المجال الصحة مختصين في الصحة طب يوجد مساعدة للولادة مختصين أيضا ويوجد الحضانات يعني أي ويوجد أيضا كل واحد يكون في مجال ناتيك مثل يقدر يكون يعني دكان لملابس الأطفال يكون حاضر للتمة هو كما يقول الوبجيكسي تحت هذه المعرض للولادة أن المرأة تجي الأم والأولياء مع الأطفال يكون عندها كل معلومات لتساعدها في هذا المجال هذا يا كثير الأمهات يباتون هذا المساج ويقول لك أنا كان هنا عيادة للولادة في الجزائر لمساعدة الولادة للحضانة كيف نعمل كثير الأم الجزائرية تقول لك أنا لو كما كاش عندي بسلامة أمي تعاونني في هذا ما نعرفش كيكون أم هو حاجة حاجة جميلة في حياة الأم المرأة وكثيرا تكون يعني ما عندهاش المعلومات التي تكون موجودة وهذا المعرض هدايا حيتكلم أيضا على حيكون هذا العام وبرب إن شاء الله نعوده كل عام ونحيي لزورغانيزاتي في هذا المعرض هدايا ويعني حيكون العام هدايا توحد هو اللي يكون التام بخينسبال في هذا المعرض لأنه توحد أيضا عندنا أولياء كثير لي ما عندهمش يعني الوعاية في هذا المجال هدايا وما يعرفوش كيفش يديروا المختصين أين يروحوا وين يروح يسئل سؤال وين يروح على الطفل هداك إذا فيه برنامج مختص للأطفال هدوما إذا فيه يعني دي كلاس سبيسيال لهذا المجال هدايا وهو جيد مهم ونحيي الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقية الطفولة اللي أنا ندخلها معهم في الكميتي ناسيونال اللي هما يعملوا يعني مجهود كبير باش يمدوا لأولياء لأطفالهم عندهم توحد باش يعني يكون فيه أنا كمبانيومان ملي مع دي بسيكولوج دي سبيسياليست في هذا المجال وحيكون فيه أيضا في المعرض هدايا ورشات جدو مهمة على يعني تغذية الأطفال ما هي تغذية أهمية التغذية للأطفال لماذا الطفل من يكون صغير لازم يكون الخضراء الفواكه لازم يكون يكون عنده تغذية جيدة فيه ورشات أيضا على الطب فيه ورشات لتوري للأم يعني أي حاجة تسحقها يعني هذا المعرض نشجع كل أولياء يجوا لنا وحيكون فيه أكتر من ستين ألف بربي إن شاء الله شخصة حيجينا لهذا المعرض هدايا يعني فيه شح قلت العدد ستين ألف هو عدد كبير ليس كذلك نعم نرحبوا فيهم إحنا في السابلات معروفين يعني المكان هو كان سبيسيالما يعني إحنا ديناه نلتم بس كهو يكون المعرض هذا في ثلاث أيام يكون حدث حدث العام في مجال طفولة يعني جيد مهم هذا هو الهدف بالنسبة لهذا المعرض نعم ويكون فيه عطلة الرابح العطلة المدرسية يعني ما تقولناش لأم لم أستطيع وانا مع الأطفال يعني اخترتوا التوقيت الرائع بالنسبة للأم وبالنسبة للأطفال يعني يكونوا عطلة ومعروف أنه لما يكون الطفل عطلة الأم كذلك هي ترتاح كثيرا ترتاح كثيرا حتى ولو كان تخدم يعني تروح عليها مسؤولية الطفل اللي تديه وتجيبه ربما للمدرسة تكون تفرغ أكثر ربما حتى ولو كان عطلة أسبوع طيب جميل يبدأ بالخميس وينتهي بالسبت من 26 مارس إلى 28 مارس وانا أي واحد حاب يكون في هذا المعرض يعني تكون مختصة في الحدانة أو أي واحدة تتعامل مع الطفولة أو عندها مدرسة مختصة ولا مديرة جمعية للطفولة نحيي بهم ويتصلوا بنا في موقع الإلكتروني تاعنا وفي لاباش فيسبوك اللي سميناها كيدي سورتي اللي يتصلوا بنا يعني وإحنا نرحبوا بهم باش نلمدوا يعني يكون هو همزة وصل بين الأولياء والمختصين في هذا المجال جميل طيب بعد ما تحدثنا ربما على هذه التظاهرة وهذا المعرض طيب لو حبيت نعرج ونحكي نفتح قوس ربما عليك أنت لم يم لما بديتي في هذه الشركة الناشئة نعلم أنه طموح أي إنسان لديه شركة ناشئة لحد الساعة هي أنها تصبح شركة صغيرة ثم شركة متوسطة شركة كبيرة لماذا يعني تفتح المجال العديد من ربما لملا العديد من يعني شوفوا أنه تقدر تساعد الكثير من الشباب خصوصا في هذا المجال يعني لما يكون فيها كذلك مختصين ليساعدوك ربما إذا كان في ثانة في درف ثانة فقط قطرتي أنك ربما تتحقي كل هذا الأمر وكل هذا الشيء ربما وش هو المستقبل تاعك أو أقول هدف بتاعك في المستقبل العالمي يعني عندك أهداف ربما تحطين عليها نعم بالطبع عندي أهداف عندي أحلام أهداف يعني إحنا في مجال شركة الناشئة أنا الحاجة اللي نحب تنقولها يعني الشعب الجزائري قلت فيه بوس دو تخافاي وقلت فيه حاجة مليحة لأن الشركة الناشئة هي وش معنتها يعني الشركة الناشئة إحنا مثل الشركة عادية ولا شركة عندها يعني حاجات مش كما تمثلها مش كما شركة المتوسطة هي الشركة الناشئة تبدأ بالفكرة وإحنا الجزائريون معرفين باللي عنا كتير أفكار عادت كلمة تلك رحنا مثل الجزائر في فرنسا وفي دوباي وإنا نتعامل كتير مع المجال الميدان الجماعي هنا في الجزائر يعني طموح تحهم يعني ما يخليهم ما يروحوش حتى وني يحقوا الهدف تحهم يقعدوا في هذيك لفاس كما يقول اكتع الفكرة يقول كنا عندي فكرة من بسح خايف ننشأها خايف نديرها وننشجع أي واحد يعني أنا مثال في هذا المجال حتى حاجة نعرف بلي مجي سهلة في هذا الميدان هو واحد لازم يخدم بقلبه لازم يكون عنده هذيك الإرادة بش يبدأ شيء مش مش بسيط كالناس لي ما عندي عام فقط من اللي بديت كالناس تعرف أني عندها عام كيدرت معرض سياحة مساحة المطالعة للأطفال بديتها يعني بحاجات صغار وحمد الله اليوم أنا مع المعرض الكبير هدايا اللي أنا نتكلم عليه هو حاجة نقولهم أنا الشعب الجزائري يعني مهما يكون كبار ولا صغار ولا حاجة هكذا كل واحد قادر ينشأ شركة ناشية في الجزائر يعني أشياء وكلمات تحيزية يعني نعم نقولها من قلبي يعني صحيح هذا وش كنت حب نسمع منك صراحة كنت حبة تعطيني ربما بعض من تجربتك الشخصية حتى ولو أنه يعني مدة السنة يعني تجربتك صغيرة لكن نشوف فيك أنك إمرأة مليئة ربما بالطموح والعزيمة حبيت ربما هذا الزند بوزيتيف يعني الطاقة الإيجابية مع صباح يعني نفيدوا بها مشاهدين متابعين الكرام شكرا أنك تعطيهم هذا الدافع يعني حتى لحد الساعة يقول أنه ربما قد لا أستطيع قد لا أنجح قد أفشل يعني تساعده أنتي ولو بكلمات صغيرة وبالتجربة يعني تجربة شخصية من طرفك ليس كذلك نعم نعم بطبع ويسام هي حاجة اللي بلك أنا ملقيتهاش يعني أنا كي جيت إحنا بدا يعني كنت نقول لهم دليل تسليل الأطفال وكل شي وقول لله تتركي العمل تاعك باش توحي تديري عمل يعني ديري ان بلوس مش حاجة هكذا وننقول كل الشباب اللي أنا يعني كين فيه ميكانيز متوفر لتشجيع نعطيك مثل لتشجيع هاد الليجان عندهم الأفكار ويقدروا يتصلوا بنا وفيه كتير نحيي زملاء لهم في عالم الشركات الناشئة لقدرين يساعدوا هاد الليجان ويرافقوا بسك المرافقة جد مهمة في الشركات الناشئة وإحنا نشوفه في العالم يعني أنا نتكلمه الآن الحكومة تتكلم كتير على الإيكو سيستام في شركات الناشئة الحمد لله فيه إرادات في الاقتصاد يعني فيه عنا وزير جديد في المجال تعنا يعني احنا نتمنى يعني تشوفي أنه لقيت المتابعة من طرف الوزارات الوصية في الحقبات السابقة يعني نعلم أنك بديت ربما في سنة الماضية يعني أنا كنت شخصيا قد اصدفت ربما المكلفين بهذه المهمة بالوزارات الوصية وتحدثت على شركات الناشئة لربما هي عمود اقتصاد بعض الدول المتقدمة يعني محمد النكروش أن شركات الناشئة في بعض البلدان المتطورة هي العمود الفقري لاقتصادها نعم نحن بالجزائر الرئيس عبد المجيد تبون دائما ما أول خطاب له ربما للأمة تحدث عن شركات الناشئة نعم وهذا نظرا ربما لوعي رئيس الجمهورية بأهمية هذا شركات الناشئة بالنسبة للشباب قد تبدأ بفكرة لتصبح شركة كبيرة مع العديد من كما سبق وأشرت مناصب الشغل بالنسبة لك ربما وك نموذج خليني نقول نموذج حاضر معنا أنا في سجوهات النهار طيب هل تشفي أنه تغير شيء صحيح أنه نحن في بدايتنا ويصعب أنه يكون فيه الحكم لحد الساعة يعني نحن فيه وقت مبكر جدا لكن هل حسيتي أنه فيه لمسة تغيير لمية هي لمسة تغيير بالطبع لأنني عندي في عام يعني استقبلت استقبلوني وزراء روحت للأحداث اللي كانت هنا في الجزائر وكانت كان عندي شارة في هدايا فيه استدر كان فيه إرادة من طرف الحكومة لكن أنا يعني لم أنتظر هذه الإرادة باش نعمل شركة ناشئة يعني هذا هو الكانسير اللي نعطيه لكل الشباب لكن يعني كما يقول لك إحنا نتمناو يرافقونا في هاتشي أنا بالحكومة اللي قدرت نستطيع نروح للفرنسا وبالحكومة اللي قدرت نستطيع نكون بان في دوباي لتمثيل طبعا الجزائر لتمثيل الجزائر لكن عندما نكون هنا في الجزائر يعني ترفيق ما فيه بطريقة مساعدة أو أي حاجة إحنا تكلمنا على المشكلة مع لانساج أن لانساج ما فيهش ما تقدر تدعم شركة ناشئة لكن السيستام تحام مقادر يتابع شركة ناشئة لأنها ويسام شركة ناشئة تبدأ بفكرة تكون شركة صغيرة تمشي بفكرة يعني ولما تنشأ الفكرة تحام يعني نمو تحام يكون نمو كبير لعضيك مثل الآن احنا تفرحنا مع السيد طبون يعني بطبع كي يتكلم ودرنا وزير كما قلت وإحنا نتمنى وعندنا آمل كبير في هاد الحكومة الجديدة ولكن نحن يعني فيه للواتفينانس 2020 اللي يقول لك بل احنا معناش على لزامبو يعني معناش اكزونيراسون على لزامبو نمو نمو نحن المكاتب يقول لك ملحقتناش لانوت هاو المشكلة هذا ربما نترح لأنه بنسباليك لامنة بن يوسف أو ليلى ليلة ليلة بن يوسف اعتذر سمحي ربما نتمنى نكون لك المتابعة ونتمنى ربما نستضيفك ان شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة كشركة متوسطة لما لا شركة كبيرة بعديد من مناصب الشغل يعني تستهلكوا الخير شكرا لك على كل هذه الطاقة الإيجابية شكرا نحن نتمنى أن المشاهد الكريم يقدر يكون استفاد منك ويقدر يكون استفاد من تجربتك حتى لو كانت بسيطة لكن مليئة بالطاقة الإيجابية شكرا لك شكرا شكرا على توظيف شكرا